الفضادة السياسية والمأزق الرئاسي التعويل المستمر من قبل بعض الأطراف السياسية اللبنانية على صفقة خارجية لإتمام الملف الرئاسي اللبناني تعكس في مكان معين استسلاما سياسيا يفوق حدود الواقعية المفترضة في بلد مخترق تاريخيا مثل لبنان وهو يتنافى مع المستويات الدنيا للمسئولية السياسية ولسبل ممارستها بأخلاقيات باتت اليوم مفتقدة بشكل كبير في الواقع الوطني اللبناني صحيح أنه قلما حصلت انتخابات رئاسية في لبنان بمعزل عن التأثيرات الخارجية بما يعكس موازين قوى معينة تفضي إلى اختيار شخصية لبنانية لتبوئ المنصب الأرفع في الجمهورية ولكن الصحيح أيضا أنه في الحقبات الضبابية كتلك التي يمر بها لبنان والمنطقة برمتها لا يمكن ركون حصرا إلى انتظار ما ستقول إليه الحركة الخارجية والاستنكافي عن القيام بما يلزم من خطوات محلية وتهيئة المناخات لتمرير الاستحقاق لبل لماذا لا تسعى القوى المعطلة للاستحقاق لأن تنظر إلى هذه المساحة المتاحة بفعل الواقع الإقليمي والدولي لاقتناص الفرصة وتوسيع الهامش المحلي في لبنانة الاستحقاق ولو لمرة واحدة بما يغير الكثير من المورثات التي تنقلتها العهود وأصبحت بمثابة أعراف مكرسة لا يتم المس بها أو محاولة كسرها أو تبديلها يحق للمواطن اللبناني أن يتساءل عن كيفية اختراق هذا الجدار السميك من العرقين المصطنعة التي توازب أطراف الممانعة على القيام بها بكل الوسائل المتاحة بهدف تطويع الأطراف الأخرى وأرهاقها بهدف تحقيق الهدف المنشود أسوة بما حصل في تسوية سنة 2016 ولو أن الظروف تغيرت محليا وخارجيا ولو أن المحور ذاته ليس متفقا على مرشح واحد هذه المرة بعكس الاستحقاق السابق سياسة الإرهاق أدت إلى ما أدت إليه من تشويه للدستور ولمفاهيمه الأساسية ولأهدافه في إرساء أسس دولة القانون والمؤسسات والخروج من هذه الدوامة المملة بات يتطلب مقاربات جديدة بعيدا عن سياسة المناكفات السياسية المقززة والمدمرة يالها من فزازة سياسية غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر